السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم نتحدث عن تفسير كلام الله عز وجل من صورة الحجرات التي تسمى بصورة الاخلاق ونتناول بالحديث الاوامر الالهية والتعليمات الربانية الخاصة بموضوع السخرية سخرية الناس بعضهم من بعض يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز من صورة الحجرات بعد بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِلَا الْقَابِ بِيسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ هكذا يتحدث ربنا عز وجل في هذه الآيات البينات عن موضوع السخرية والآيات هي تعالج أمراضا نفسية تعالج عللا في النفس البشرية مثل السخرية والاستعلاء والكبر والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأمور المذمومة هذه التوجيهات القرآنية الربانية إنما سقها الله تعالى بغرض أن من يطبقها تساهم في ترابط المجتمع وتعمل على فشو روح المحبة والتعاون بين أفراده فهذه الآيات البينات تضمنت نداء للمؤمنين بالامتناع عن السخرية تحذرنا جميعا من الوقوع في الاستهزاء من بعضنا البعض لأن السخرية والاستهزاء إنما يساهم في وغر الصدور وينمي العدوات وعسى أن نسخر ممن هو أعلى منا شأنا عند الله تعالى وأفضل روية في سبب نزول هذه الآيات البينات قيل إن صفية بنت حيي بنت أخطب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن النساء يعيرنني ويقولن لي يا يهودية بنت يهوديين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل قلت إن أبي هارون وإن عمي موسى وإن زوجي محمد فأنزل الله تعالى هذه الآية كما هو معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متزوجا من صفية بنت حيي بن أخطب وهذه والدها كان يهودي وأمها كانت يهودية ولكنها أسلمت وأسلم والديها وحسن إسلمهم وإنما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يفتح صفحة بيضاء مع اليهود ولكي تكون علاقة مع بني إسرائيل مبنية على التعارف لا التناكر لكن رغم كل هذا فإن النساء حول بيت النبوة كنا يتنقصنا من هذه الصحابية زوجة النبي الكريم صفية بنت حيي كانوا يعيرنها ويسبنها لكونها يهودية وأن أمها وأباها كان يهوديين هذا يبقى أطر باليغ في نفسها حينما شكت هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وأرشدها إلى أمر آخر إلى أن تدلهم على مقامها عند الله تعالى قال قل لهم إن أبي هارون فهي تنتمي في نسبها إلى هارون عليه السلام وإن عمي موسى فعمها هو سيدنا موسى الكليم الذي كلمه الله تكليما وإن زوجها هو محمد صلى الله عليه وسلم عادة أيها الأحبة الكرام الناس يسهر بعضهم من بعض وعادة يعظمون الأغنياء ويعظمون الأقوياء ويعظمون المشاهير وأصحاب الأنساب لكن الله تعالى يريد أن يعلمنا بأن الإنسان يرقى عند ربه بإيمانه ويقينه وعمله الصالح قال رب العزة إن أكرمكم عند الله أتقاكم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد أنه قد يكون إنسان بسيط وقد يكون مهمش ولا قيمة له بين الناس ولكن مقامه عند الله عظيم أحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم كم من أشعة أغبر ذي الطمرين يعني توبين باليين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره والمعنى أننا قد نلاحظ إنسانا أشعة أغبر شعره منتفش ولباسه وسخ وعنده فقط توبين يستر به ما عورته ولا يؤبه له لا أحد يهتم به ولا يقيم له وزنا لكنه لو أقسم على الله لأبره لماذا؟ لأنه من المتقين إن أكرمكم عند الله أتقاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أننا نكون دوما من المتواضعين نكون دوما من الذين لا يصهرون من الآخرين فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ أولا بنفسه هذا السلوك مرة دخل عليه رجل فقير فكلمه فإذا بالرجل بدأت ترتعد فرائصه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هوّن عليك هوّن عليك فإني لست بملك وإنما أنا ابن مرأة كانت تأخل القديد فسيّلنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا المثال أعطانا هذه العبرة بنفسه أنه علّم هذا الرجل بأن لا يخشى أحدا وبأنه لا ينبغي أن يشعر بالخوف في قلبه وعلمنا أيضا أن نتواضع أمام الناس فقال له هوّن عليك لا ينبغي أن تشعر بالخوف ولا أن ترتعد فرائصك عندما تكلم الناس ثم قال له رغم أنك تعلم أنني نبي فأنا في أصلي لست بملك وإنما أنا ابن مرأة كانت تأكل القديد يعني نسب نفسه إلى مرأة والعرب الذين يأكلون القديد هم الفقراء والمساكين أيها الأحبة الكرام ما زلنا في رحاب القرآن الكريم ونتأمل في مضمون هذه الآيات البينات من سورة الحجرات التي يبدأها المولى عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ربنا تحدث وبدأ بكلمة يا أيها الذين آمنوا نداء لشارة الإيمان فهو لا يخاطب غير المؤمنين بل يخاطب فقط المؤمنين الصادقين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا هذا وطبع المؤمنين إذا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى إنما يخضعون لقوله ويخضعون لتعاليمه لا يسخر قوم من قوم أي ينهان ربنا عز وجل عن السخرية بالناس وعن احتقارهم وعن الاستهزاء بهم بكل كلام أو تصرف أو إشارة السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ بمساوي الأخلاق لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم فمجرد أنه يحقره ولو بكلام أو بتصرف ولو بإشارة فإن ذلك فيه شر مستطير يقع على الذي يفعل الاحتقار والسخرية والاستهزاء فربنا عز وجل نهانا أن يحقر بعضنا بعض ونهانا عن السخرية ونهانا عن الإعجاب بالنفس لأن ذلك من الكبر والكبر بطر الحق وغمط الناس يعني احتقارهم واستصغارهم وقد جاء في الحديث القدسي ربنا عز وجل يتكلم عن داته العلية فيقول الكبر يا أردائي والعظمة إزاري من نازعني فيهما أدخلته ناري ولا أبالي فالذي يسخر ويستهزئ إنما يتكبر وإذا تكبر وقع في المحضور ثم يقول الله تعالى لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم هذا معطوف على النهي السابق لما ذكر الله تعالى الرجال ذكر النساء بعد القوم فهذا قارن على أن المراد بالقوم هم الرجال خاصة أي عليكم يا معشر الرجال أن تبتعدوا عن احتقار غيركم من الرجال وعليكن يا جماعة النساء أن تقلعنا إقلاعا تاما من السخرية من غيركم للإشعار بأن هذا النهي موجه إلى الجميع لكل الرجال ولكل النساء ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم فهذه الآيات قيل بأنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعضهن كان يعير بعضا خصوصا منهم من كان عير صفية بنت حويي لأنها كانت يهودية بنت يهوديين ومنهم من عير أم سلمة لأنها كانت قصيرة حينما كنا يتحدثن فيما بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر إذا بأمنا عائشة رضي الله عنها تشير بيدها إلى أم سلمة وتقول يا نبي الله إنها لقصيرة قصيرة القامة لهذا نزلت هذه الآيات البينات ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب بعضكم على بعض فاللمز يكون بالقول والهمز يكون بالفعل وكلهما منهي عنه لقول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة ربنا سمى الأخ المؤمن نفسا لأخيه لا تلمز أنفسكم يعني أن أخوك هو مثل نفسك لأن المؤمنين ينبغي أن يكونوا هكذا حالهم كالجسد الواحد لا يصخر بعضهم من بعض ولا يقضفه بالهمز واللمز أي لا يعيره بلقب فيه ذم يكره أن يسمع عليه هذا هو التنابز ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب لا تنابزوا بالألقاب أي لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب يدم ويكره أن يسمعه وهناك من يحقر الآخرين وهناك من يحقر نفسه ليدحك الآخرين وهناك من يحاك الآخرين بحركاتهم وسكناتهم ومشيتهم أو بعبارات يرددها كل ذلك من داب التنابز بالألقاب لإضحك الحاضرين لكنه يمسه بكرامة وسمعة الآخرين وقيل بأن هذه الآيات نزلت في وفد تميم استهزأوا بفقراء الصحابة فالصحابة كان منهم فقراء في وضعية صعبة منهم عمار بن ياسر وخباب بن الأرط وابن فهيرة وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وسالم مولى أبي حاديفة وغيرهم هؤلاء فقراء الصحابة كانوا لا يرون إلا في لباس رت حالهم رت ضعفاء فقراء محتاجين فكان وفد بني تميم وقد أكرمهم الله بالمال وبالجاة وبالجمال وبالعزة أخذوا يستهزئون بفقراء الصحابة فنزلت هذه الآيات البينات حينما قال الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب يقول أبو جبيرة رضي الله عنه فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله إسمان أو تلاتة فكان إذا دعا أحدهم منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب من هذا الإسم فنزل قول الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب ثم قال الله تعالى بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان أي بيس ما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما تقتضيه بالإعراض عن أوامر الله ونواهيه بيس ما تبدلتم بهذا الاسم الفسوق وبهذا العصيان الذي هو التنابز بالألقاب وطبعا الألقاب الغير المدمومة فلا تدخل في هذا السياق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي أصحابه بأحب الأسماء إليه ما دبت ألقاب غير مذمومة فمنهم من كان يقول رأيت الأصلعى يقبل الحجر يعني سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ومن المحدثين من كان يسمى بالأعرج عن أبي الزنادي عن الأعرج وهناك من المحدثين يسمى بالأعمش ولكنه لن يقصد به أنه يعير بل اسم اشتهر به والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من حق المؤمن على المؤمن أن يسميه بأحب أسمائه إليه لهذا كانت التكنية من السنة ومن الأدب الحسن التكنية نقول أبا القاسم يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابنه القاسم ثم قال في الختام ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون هذا هو الواجب على العبد أن يتوب إلى الله تعالى ويعتدر لأخيه المسلم فالناس قسمان ظالم لنفسه غير تائب وتائب نادم مفلح ولا تم قسم تالت بينهما فينبغي أن لا يشترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رأاه رث الحال أو دعاهة في بدنه أو غير لبق في محدته أو فيه أي عيب من العيوب لا ينبغي أن الشرئ على الاستهزاء به والسخرية منه واحتقاره وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عير مؤمنا بدنب تاب منه كان حقا على الله أن يبتليه به ويفضحه فيه في الدنيا والآخرة فالمؤمن إذا عنده صفة من الصفات أو أنه ارتكب ذنبا من الدنوب أو فيه عيب من العيوب وقد ول لا ينبغي أن نعيره به ولا ينبغي أن نذكره به لأن من تعمد ذلك فالوعيد أن الله تعالى سوف يبتليه بنفس الذنب وبنفس العيب ثم يفضحه في الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة والعافية أيها الأحبة الكرام هذا مضمون قول الله عز وجل من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون لقد سجل القرآن الكريم عاقبة الساخرين وعاقبة المستهزئين وعاقبة المتكبرين والعياد بالله أخبرنا الله عز وجل بنعكاس الوضعية يوم القيامة بصورة يصبح الساخرون موضع سخرية وموضع استهزاء من طرف عباد الله المستضعفين في هذه الدنيا كما تدينوا تدان لهذا قال الحق سبحانه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون هكذا كما تدينوا تدان ربنا عز وجل يجعل هؤلاء المستهزئين الساخرين هم موضع سخرية يوم القيامة والعياد بالله حدّرنا ربنا عز وجل مرارا وتكرارا في كتابه العزيز من هذه المواقف المخيفة إلى أن قال أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي صحابته الكرام على أن يتربوا بهذه التعليم الربانية والتوجهات الإلهية ويقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فمن سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر لنا جميع ذنوبنا ما أظهرنا وما أصررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا اللهم بدّل سيئاتنا حسنات اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من الأخيار الأبرار الذين يسيرون على خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واجمعنا معه يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر